احنا اعلننا عن اعتقد انا قلتها قبل كده ان احنا وقلتها في مؤتمر صحفي حتى قبل ما نشكل الحكومة الجديدة ان احنا لا سبيل قدامنا كدولة عشان اصلح المنظومة الاقتصادية والمنظومة المالية اللي احنا تحملناها على مدار اكتر من سنة ونص ان احنا تدريجيا نبدأ نتحرك في اسعار بعض الخدمات فالكلام ده احنا حنبدأ نحط له الخطة بتاعتنا ولكن الاهم النهاردة بالنسبة لي ان انا احل مشكلة الكهرباء اللي موجودة واحل مشكلة بعض الخدمات الاخرى اللي النهاردة المواطن ممكن بيشكو منها لكن خلينا بمنتهى الوضوح احنا لازم حنبقى بنتحرك على مدار سنة ونص بهدوء وبطريقة متدرجة في توقيتات معينة نبدأ نشوف ازاي ان احنا نتحرك في الاسعار علشان اسد الفجوة الكبيرة جدا اللي موجودة خلينا اقولها لحضرتك تكلفة لتر السولار النهاردة على الدولة المصرية عشرين جنيه حضرتك بيتباع بكام؟ بعشر فمش معنى كده ان انا عايز اوصل لعشرين جنيه لكن لازم ابدأ اتحرك بالراحة بحيث في الاخر اقدر كدولة ابقى عندي توازن ابقى عندي قدرة حتى ان انا ما احط دعم يبقى الدعم ده مقبول وقدرين ان احنا نتحمله كدولة هو ده اللي احنا بنتحرك فيه واو حنتحرك فيه في المرحلة القادمة ده شيء ولكن انا ربطه الاول بان المواطن يشعر ان المشاكل اللي هو كان بيشتكي منها وعلى رأسها مشكلة الكهرباء تكون تحلت وده شيء مهم جدا ان احنا نتحرك فيه ده اهم بالنسبة لي النهاردة احل مشاكل هذا الموضوع ولكن معاها مع نفس الوقت انا قلتها في منتهى الشفافية لن تتحمل الدولة مئات المليارات من الدعم اللي النهاردة بقت موجودة احنا تحملناها على مدار سنة ونص وتحملناها على امل ان مع حجم الخضم المعاناة والازمات اللي كانت موجودة كانت كل ما تحصل ازمة بنقول طب نستنى كده كم شهر على امل ان الازمة تخلص نيجي بعد ثلاث شهور نفاجأ ان الوضع ازداد تعقيدا فنقول طب نستنى تاني ونتحمل شوية كمان فعلى مدار سنة ونص احنا كدولة يعني شلنا عن كاهل المواطن اعباء كبيرة جدا 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 في بعض هذه الخدمات وتحملناها احنا كموازنة وبالتالي احنا النهاردة محتاجين ان احنا بالراحة وبطريقة تدريجية وعلى مدى زمني ليس بالقليل نحاول نعوض جزء من الدعم اللي موجود النهاردة لان الدعم كبير لازم يبقى الدعم بقيمة معقولة الحكومة تقدر تتحملها ونقدر ان احنا نتحرك فيها في هذا المنوال